النهاردة عقدت لجنة المتابعة المصرية القطرية اجتماعة في مدينة الدوحة وكان برئاسة ساتة السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية المصرية والسفير علي الهجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية كمان انعقدت اللجنة القانونية برئاسة المستشار مصطفى البهبيتي مساعد وزير العدل المصري والسفير الشيخ محمد بن حمد الثاني رئيس الإدارة القانونية في وزارة الخارجية القطرية حلوة يوسف ايه نتيج الاجتماع اقولك بقى وصلنا لاتفاق بشأن المسائل المعروضة على جدوى الاعمال اللجان وتم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم الثنائية ما بين البلدين الشقيقين لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة فيهما وهذا امر لو تعلمون جميل ترجمة نانسي قنقر